بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء الطلبة ان شاء الله النهاردة نتكلم على اخر جزء من chapter 1 اللي هو introduction في كورس foundations engineering 1 وهنبتدي نشوف ايه هي محتويات الكورس بتاعنا الكورس بتاعنا بيتكون من 7 chapters يعني عندنا 7 ابواب الباب الاول اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو introduction خلصنا فيه اللهم الاربع اجزاء دولت بعدين chapter 2 هنتعرض فيه للpeering capacity of soil هنتعرف يعني ايه كلمة peering capacity of soil هنتعرف الاول قبل ما نتعرف على peering capacity of soil ايه هي soil structure interaction ازاي بيتوزيع contact pressure ما بين soil وما بين foundations وبعدين نبتدي نشوف ازاي نحسب قدرة تحمل الطربة بالطرق المختلفة ان كانت ترزاجي ميسود او الايجيبشان كود ميسود او مير هوف او كل دولت بالمعادلات النظرية وبعدين هندرس المعادلات اللي بتيجي من الموقع على حسب تجربة plate loading test او standard penetration test او cone penetration test وبعد كده هنبتدي نخش على chapter 3 اللي هو التصميم للأساسات المنفصلة هناخد design of isolated footing ال square footing وهناخد rectangle footing ازاي نصممه والخطوات بتاعته كاملة لحد ما نرسم details بتاعته chapter 4 هنبقى نتعرض الى strip footing ازاي نصممها ازاي الاول او الاول هناخد ايه هي strip footing ايه الانواع بتاعتها امتى بنفكر نعمل strip footing وبعدين نبتدي ناخد خطوات تصميمها لحد التفاصيل بتاعتها نفس الكلام هنقوله في chapter 5 بس بخصوص ال combined footing او الاساسات المشتركة ايه هي الاساسات المشتركة بنعملها امتى ازاي بنجيب او او احمال عندي ازاي نجيب المأسات بتاعتها وازاي نطلع الحديد والتفاصيل الخاصة بيها بعدين chapter 6 اللي هو design of strap footing او 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 اوعاد الان الgar زي ما اتكلمنا في parts السابقة ان بيبقى في عندي gar هنا هوت فعايز اصمم ال strap footing ده اللي اعتبر هصمم الاعدة دي والاعدة ديت وال strap beam اللي قدامي ديت او الشداد اللي هو بيربط ما بين الاعدتين دولات او بيشد القعدة دي ما بيخلهاش تلف بعدين شابتر 7 ده عبارة عن design of raft foundation يعني لو انا عندي حطة ارض مليانة عمدان والاواعد بتاعتي كلها دخلت في بعضيها فنعمل قعدة واحدة تمسك الاعمدة دي كلها مع بعض هنعرف ايه هي انواع الraft foundations الطرق المختلفة لتصميم الraft foundations وناخد طريقة منهم بالتفصيل وازاي بنطلع الاحمال او ال dimensions بتاعتها وازاي نطلع الحديد بتاعتها والتفاصيل التسليح وده بيبقى اخر جزء في الكورس يبقى دي المحتوات بتاعت الكورس بتاعنا لو احنا عايزين نراجع على reference فيها الكلام دوت فطبعا عندنا دوس اللي هو principles of foundations engineering وعندنا كمان في foundation analysis and design دولة من المراجع المهمة في بالاضافة طبعا للكود المصري للأساسات والسويل شكرا